اليوم العالمي للغابة يحتفل المغرب مثل باقي بلدان العالم باليوم العالمي للغابة الذي يصادف 21 مارس من كل سنة وذلك منذ سنة 2012 ويحتفل في هذا اليوم بالغابات بشتى أنواعها وتجري التوعية بأهميتها الهدف من وراء هذا الاحتفال السنوي هو التذكير بأهمية الغابات والأشجار وتشجيع البلدان في كل يوم عالمي للغابة على بذل الجهود للقيام بأنشطة خاصة بالغابات والأشجار مثل حملات غرس الأشجار يعتبر المغرب من بين أول الموقعين على اتفاقيات ريو الثلاث في سنة 1992 مكافحة التصحر والتنوع البيولوجي وتغير المناخ إضافة إلى عضويته في منتدى الأمم المتحدة الذي يهتم بالغابات منذ سنة 2000 الشيء الذي يعبر عن التزامه بالمحافظة على جميع أنواع الغابات يتم خلال حملات التشجير غرس شتلات لأشجار كالأرز والبلوط الفليني والأرغان والعرعار والخروب حسب خصوصيات كل منطقة من حيث المناخ والأصناف الغابوية المنتشرة فيها وتهدف عملية التشجير إلى حماية المناطق الغابوية التي تعرف مشاكل مناخية واجتماعية مختلفة إذ يتم كل سنة إطلاق برنامج للتشجير واسع النطاق يشمل كافة التراب الوطني احتفالا باليوم العالمي للغابة لسنة 2014 تحت شعار حماية غاباتنا هي حماية لمستقبلنا عقدت المندوبية السامية المياه والغابات ومحاربة التصحر لقاء تواصليا مع تلاميذ مدرسة النور المحمدي بالرباط قصد الإجابة عن كل تساؤلاتهم المتعلقة بموضوع الغابة وقد قام منشطون من المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر رفقة تلاميذ المدرسة بغرس شتلات بالمساحة الخضراء للمؤسسة قصد الرفع من روح المسؤولية اتجاه الغابة لدى كل التلاميذ النهاية ترجمة نانسي قنقر